موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربية اه في وقت عرض الفيديو ده ان شاء الله اه حيكون النهاردة ابتدت الفلبين تستقبل اول افواج من المية سبعة وخمسين دولة اللي مصرح ليهم الدخول بدون الحصول على تأشيرة من الصفارة ويحصلوا على التأشيرة من داخل الفلبين من المطار المية خمسين سبعة وخمسين دولة موجودين في الصورة بتاعتهم او الصورة بتاعت الملفة او اسامي الدول ديت موجود في منتدى يوتيوب على القناة وموجود برضو في جروب التليجرام وموجود في جروب الواتساب اه طبعا فيه تنبيهات صدرة مبارح وبناء عليه انا حكمل التنبيهات اللي انا قلتها قبل كده فاللي احنا قلناها قبل كده اه ان انت حضرتك جوازك يكون صالح لمدة ست شهور يكون معاك شهادة الفاكسين وهقول شهادة الفاكسين بعد شوية التنبيهات اللي اتقالت يعني تمام اه يكون معاك شهادة الفاكسين اه حصولك على الجرعتين يكون معاك البي سي ار ما تعداش تمانية واربين ساعة ويكون اه معاك اللي انا هقوله بعد تمام اللي هو التنبيهات اللي صدرت مبارح من اه الطيران الفلبيني بالناس الصاعدين على الطيران على الطيران الفلبيني او اي طيران لان هو اي طيران حيتبع للطيران الفلبيني والطيران الفلبيني بياخد تعليماته من الفلبين كدولة فاللي هتتامله حضرتك كالاتي اه اولا لازم يكون عندك بروسة تأمين على المرض ضد المرض تمام بروسة تأمين دي تكون موجودة في دولتك في اي شركة تأمين ما تقلش عن خمسة وتلاتين ضد كوفيد يعني هي تكون التأمين ضد كوفيد تسعتاشر وما يقلش التأمين او بوليس التأمين او الشريحة العامة للتأمين ما تقلش عن خمسة وتلاتين الف دولار ما تقلش عن خمسة وتلاتين الف دولار قلت لي ما لقيتش خمسة وتلاتين الف دولار قد الله فعونك تمام لو ما لقيتش يعني فيه ناس قالت لي ان هي ما لقيتش موضوع خمسة وتلاتين الف ضرر. والموضوع كان عندهم صعب جدا. فكان الله فعونك. الحكاية دي تلازم اساسي جدا بالنسبة للفلبين ما تقلش بوليسة التأمين على حضرتك تمام لتكلفة العلاج. ما تقلش عن خمسة وتلاتين الف دولار. آآ تاني حاجة. آآ حضرتك بتسجل في موقع اسمه آآ ده هحط لك الرابط في موجود في صندوق الوصف. ده حضرتك بتسجل عليه. وبتحط اسمك رقم جوازك. اسمك الكامل تمام? 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 او تمام? بتحط البيانات بتاعتك. بتحط رقم جواز حضرتك. بتحط رقم التكت. تمام? آآ بتحط بتلاقي حاجة موجودة اسمها آآ فليبين آآ ننبر. حضرك بتحط فيها رقم بلوسة التأمين. بعد كده بيزهر لك بقى بيانات زي اللي هو تمام? لو انت حضرتك تنزل في مانيلا وحتقيف في مانيلا. فهو بالنسبة له ما تتخضش يعني هي مش اقاليم مش انت مكتوبة كلمة ومفيش حاجة تانية غير كلمة فانت لما تيجي تخش تمام? تيجي حتحط آآ آآ مانيلا تمام مترو مانيلا. دي اسمها يعني هي تعتبر هم بيحسبوها اقاليم مترو مانيلا. تمام? فانت بتحط مترو مانيلا ملاقيتش تحط ليزون. ملاقيتش تحط كيزون سيتي. ملاقيتش تحط مكاتي. ملاقيتش تحط كافيتي. ملاقيتش تحط باسج. ملاقيتش تحط باساي. تمام? عند الكل ده كله تمام? مترو مانيلا. فاي حاجة من دول تحطها تمام? وتحط البيانات بتاعتك. آآ بعد لما حضرتك بتحط البيانات بتاعتك بتاكتب تمام? بتوصلك رسالة بتحط الايميل بتاعك توصلك رسالة على الايميل بالتفعيل تمام? بيوصل لك كود حضرتك بتاخد الكود ده بتطبعه وبتحطه في ورقة مغلفة تمام? عشان تقدر بتخش به. وبيكون معاك الابليكيشن كمان يعني بيكون موجود معاك الصورة اللي هيبعتها لك تكون معاك على التليفون. لو ما كانش كده يبقى كده. لو ما كانش كده يبقى كده. اه في موقع تاني حضرتك بتسجل عليه اسمه اه وده اه او مش في التذاكر على معظم. تمام? هحط لك برضو الرابط بتاعه فيه اه صندوق الوصف. اه ده هتسجل عليه. تمام? هتحط رقم فلبيني. لو ما لكش رقم فلبيني. كان الله فعونك. تمام? هتجيب رقم فلبيني. مش شرط ان بتتسجل برة للفلبين. ممكن تسجل جوه الفلبين. فايدة التطبيق ده. انت ممكن تنزل التطبيق بتاعك التطبيق دوت على التليفون. الابليكيش هنعني. وبيديك بار كود. البر كود دوت تقدر تتعامل بيه في المولات اه اللي بتخش فيها. تمام? ولازم بتكون فتح البروتوز بتاعك اربعة وعشرين ساعة. وفتح الواير لس اربعة وعشرين ساعة. عشان يقدر يشوف ان في حد اصابة جنبك او حاجة زي كده. فبيديك لو كانت فيه اصابة جنبك. لقدر الله. فالتطبيق دوت بتسجله. بتسجل باسمك. والايميل. اسمك كامل. برضو والسكند نيم واللست نيم. وبعد كده بتحط رقم تليفون في البيني. اه بعد كده بيوصل لك على التليفون بالتفعيل بيوصل لك الكود. بعد كده بتلاقي البر كود. البر كود ده برضو بتغلفه بتاخده تغلفه حراري وتستخدمه لما تيجي تخش المولات. ما فيش ادنى مشكلة خالص. اه التحذرة اللي انا كنت عايز اقولها للناس تمام. اياك انت تتعامل مع اي شخص العملات. اه اول شي نتكلم عن عملات. طرح ما انا هتكلم كنت هتكلم عن عملات. اه حضرتك جاي تمام حاول تغير الالبيس والفلبيني. ما تجيبش معك دولارات. لان موضوع الدولارات هيبهدلك بهدلة السنين. واحد هتلاقي ناس لا بتكلم بقى هتكلم عليه. ما تتعاملش مع اي حد قدام مكتب صرافة. ونقي مكاتب الصرافة المشهورة زي 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 مكاتب الصرافة المشهورة اللي تقدر تصرف منها وتبدل الفلوس تمام بكل اريحية والموضوع قانوني ورسمي مية في المية. ما تخشش قدام هتلاقي فيه ناس قدام المكتب بيقولك انا حديك اغلى اعلى من يعني حديك الريت اعلى من مكتب الصرافة. ما تصدقوش تمام غالبيتهم نسبة كبيرة جدا يعني منهم بيكون معهم عملات مزورة تمام وآآ بيكونوا آآ يعني بيغيروا اماكنهم بسرعة. لو حصلت فيه تفتيش او حاجة شرطة او الكلام ده كله بيغيروا اماكنهم بسرعة بتكون معهم عملات مزيفة فئة الالف بيسو فئة الخمسمائة بيسو. فاحذر من الناس دي. ثانيا ما تتعاملش مع اه اي سوائين اول ما تخرج من المطار. تمام لو انت نازل في او نازل في تمام ما تتعاملش مع اي حد من سوائين اللي بيكونوا وقفين قدام المطار. نازل جراب هحط لك برضو اللينك بتاعه في تمام في صندوق الوصف. نازل تطبيق جراب. ودور على العربية من على تطبيق جراب. تمام انتظرها برا خد الشمط بتاعتك. انتظرها برا المطار. يعني دقيقة او دقيقتين برا المطار. تمام? وتنتظر سيارة جراب تيجي لك لحد عندك. وحتكون التسعيرة اقل بكتير من الناس اللي بيكونوا وقفين جوه المطار. تمام? بيرفع لك السعر الدبل عشرة. بخصوصا دلوقتي ان هتفتح السياحة. فحتلاقي عن ايها يعني المشوار اللي انت هتعمله بالف بيسو. هيقول لك خمس تلاب بيسو. فما انصحكش بالموضوع دوت. نزل تطبيق جراب. تمام? وتعامل معه. بعد كده لو هتشتغل داخل البلد. لو انت حضرتك خفيف. وعايز تلف كده براحتك. تمام? تقدر تستعمل تطبيق انكس او تطبيق آآ جورايد. هحط لك اللينكين بتوع تطبيق آآ انكس وتطبيق جورايد في آآ صندوق الوصف. عشان تقدر تتعامل عليهم وتنزلهم تمام? وتقدر تشتغل عليهم. دول انت بتركب موتسيكل انكس او جورايد. آآ آآ الاتنين انت بتقدر تركب موتسيكل تمام? بس وزنك ما يتعداش الستين او تمانين كيلو كحد اقصى. بتقدر تركب موتورسايكل او موتسيكل يعني. تمام وتروح المنطقة اللي انت عايزها بأسرع مما يمكن. وآآ بسهولة وبتسعيرها رخيصة جدا. لو انت عايز مش قادر بقى حضرتك وزنك تعدها فوق المية وعشرين كيلو. تمام? او المية وخمسين كيلو فعليكو على جرام. اللي انا قلته في الاول. تمام? نا هيك عنده كله. تمام? آآ لو حتتعامل مع مطاعم اتعامل من عن طريق جروب الفلبين بالعربي. حتلاقي في مطاعم عربي موجودة تمام في جروب الفلبين بالعربي. حتلاقي في ناس موجودة في جروب الفلبين بالعربي. عندها مطاعم تمام حلال. لو انت عايز تاكل اكل حلال. تمام? لو كنا عايز تاكل حاجة تانية امور الكلام دوت. احنا ملناش دعا به. تمام? آآ آخر حاجة آآ بلاش شارع بورجس. آخر حاجة بلاش شارع بورجس. آآ والاخيرة برضو ما تتعاملش مع اي حد يقول لك هجيب لك سيارة. اونلاين يتكلم معاك ولك هجيب لك سيارة وبتعود فعلي الف بيسو الاول ادي لي تلات الاف بيسو الاول خمسة الاف بيسو الاول. كلهم تمام يعني مش كلهم. الغالبية العزمة. الا من رحم ربي يعني. آآ يعني مش هتستفيد اي شيء. وتلاقي السيارة مهلوكة وطلعين ابوها. يا ما هتلاقي الموضوع نصب في نصب. تمام? الا من رحم ربي. في ناس محترمين كتير جدا. تمام? بس الناس اللي هي بتعمل المساوئ دي هي اللي بتبهدر الدين. فآآ بلاش شارع بورجس. بلاش شارع بورجس. بلاش شارع بورجس. اللهم اني قد بلغت. اللهم فاشهد. بلاش شارع بورجس. آآ وان شاء الله رحلتكم سعيدة. والناس اللي هتيجي تمام. آآ تنبسط. يا الله بقى اجازة بقى وايه واول ما فتحت الفلبين. يا مساهل الكريم عبال ما تفتح لبقية الدول. وبقية الناس تيجي. ونتكلم بقى في موضوع كده كنت عايز اتكلم فيه. ان شاء الله في البس المباشر بكرة. هنتكلم عن موضوع بقى ايه? الاحترازات. وزي تتعامل. وتتكلم عن الحكومة. والشرطة. كلام ده كل. شكريكم جدا. ويا ربا كنتقفت تكون بشيء النهاردة. وشكريكم جدا. واربا تكون استبتعتم. ونستوضعكم الله. ولدي لا تضيعه ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير سبسكرايب ولايك. يلا. اشتركوا في القناة